كل الطرق تؤدي إلى أوروبا أو على الأقل هذا ما يعتقده المهاجرون ممن شدوا الرحالة برا وجوا وبحرا منهم من ركب قوارب الموت بغية النجاة من الجحيم ومنهم من استفع على أبواب الاتحاد الأوروبي في انتظار فرصة الدخول إليه ليعود ملف الهجرة إلى صدارة الاهتمامات الغربية بعدما أثار أزمة بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا المدعومة من موسكو كيف أصبح اللاجئون ورقة ضغط وأداة حرب استراتيجية؟ ما مدى مسؤولية الدول المعنية بهجرة رعاياها عن التوتر الحالي؟ أي دور لموسكو في الأزمة الحالية؟ وما الذي تمتلكه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحل ملف يرهق كاهلة الاتحاد الأوروبي؟ مشاهدين السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج تقدير موقف أصحابكم فيها أنا أمال عراب من الدوحة نتناول بالنقاش أزمة اللاجئين على الحدود البولندية البلاروسية والأزمة التي أثرتها بين مينسك وموسكو من جهة والاتحاد الأوروبي وواشنطن من جهة أخرى نناقش تدعياتها ومسؤولية دول الهجرة ومستقبل اللاجئين العالقين على الحدود البلاروسية الروسية نرحب بداية بضيوفنا عبر الأقمار الاصطناعية من موسكو المستشارة في المعهد الروسي لدراسات الاستراتيجية إلينا سوبولينا من باريس الإعلامي والمحلل السياسي مصطفى طوسة ومعنا عبر الإنترنت من عمان الأسدارولا أمين المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل أن نشرع في تقدير الموقف مشاهدين دعونا نتابع الأوضاع ميدانيا على الحدود البلاروسية البولندية في هذا التقرير على الحدود بين بلاروسيا وبولندا لا تهدأ أزمة طالبي اللجوء قنابل موسيلة للدموع خراطيم مياه وأسلاك شائكة أقامتها ورسل إبعاد من تعتبرهم خطرا على حدودها ينام اللاجئون هنا تحت العراء والبرد الشديد جاء أغلبهم من العراق وسوريا وأفغانستان آملين في حياة جديدة في أوروبا لكنه حلم تتقاذفه حسابات تتجاوز ترتيباتهم البسيطة تقول بولندا ودول غربية أخرى إن تدفق اللاجئين على مشارف الاتحاد الأوروبي مبطن بالرسائل والمنورات السياسية تتهم بذلك بلاروسيا ورئيسها أليكساندر لوكاشينكو بتدبير الأمر لرفع عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي تنفي منسك ذلك مقترحة في مفاوضاتها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ماركل أن يفتح الاتحاد الأوروبي ممرا لعبور ألفي لاجئ على حدودها من أصل سبعة آلاف يعيشون على الأراضي البلاروسية لكن الاتحاد الأوروبي لا يخفي مخططه في إعادة طالبي اللجوء الذين يصنف أغلبهم بمهاجرين لأسباب اقتصادية تتحمل بلدانهم الأصلية مصيرهم من بينهم أكراد عراقيون فتحت لهم إربيل جسرا جويا لمن يرغبوا في العودة ينظر الغرب إلى بلاروسيا على أنها عصا في يد موسكو المتهمة بافتعال الأزمة من وراء الكواليس فتهديدات مينسك بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا اعتبرت رسالة مشفرة من روسيا كما أن الكريملين غاضب من تدريبات حلف النيتو مع قوات أمريكية في البحر الأسود التي تتزامن مع حديث عن استنفار عسكري روسي على الحدود مع أوكرانيا مواجهات تحول أزمة إنسانية للاجئين ضاقت بهم أوطانهم إلى أزمة سياسية مختلطة وتضع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أمام التزاماتها بمواثيق حقوق الإنسان وما يعتبره الاتحاد الأوروبي شأنا سياديا وأمنا قوميا نبدأ النقاش مع ضيوفنا البداية معك سيدة إلينا نسأل عن مقاربة موسكو في موقفها إلى جانب بيلاروسيا في أزمة اللاجئين ودوافعها الأساسية نهاركم سعيد روسيا البيضاء بيلاروسيا هي حليف لروسيا وهذا مهم للغاية ولكن موسكو ليست ضالعة في هذه الأزمة روسيا الآن بدأت تتوسط ما بين بيلاروسيا من طرف دول أوروبا من طرف آخر وأعتقد أن في هذه الأيام بالذات هذه الوساطة قد أدت لنتائج إيجابية منها بدء الحوار ما بين قيادة بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي وأيضا ما بين قيادة بيلاروسيا ودول أوروبية مثلا ألمانيا وهذا مهم للغاية لأن هذا الحوار قد توقف منذ السنة تقريبا عندما اتخذت دول أوروبية قبل أن نصل إلى مسألة الحوار والدور الذي تلعبه أو قد تلعبه موسكو لحل الأزمة نسأل عن دورها ومقاربتها وعن دوافعها فيما تلعبه من دور منذ اندلاع أزمة اللاجئين على حدود بيلاروسيا منذ أن قررت بيلاروسيا أن تسمح للاجئين بالعبور إلى الاتحاد الأوروبي قبل أن نصل إلى مسألة الحلول طيب هون روسيا ليست ضلع في هذه الأزمة والتهم من قبل دول غربية تجاه موسكو هي مرفوضة بشكل قاطع فيبدو أن كل الطرق الآن تؤدي إلى موسكو وكأن روسيا تمسك كل الأمور بيدها هذا ليس صحيح ليس صحيح هذه التهم هي مرفوضة نعم هناك لاجئين أتوا من العراق وأفغانستان بعدهم من سوريا أكراد سوريا ولكن هربوا من عدم الاستقرار في تلك الدول على فكرة سبب عدم الاستقرار هناك هي أمريكا وحلفاء منها بولونيا وهي شاركت في العملية العسكرية في أفغانستان وأيضا في العملية العسكرية في العراق وبعدين غادرت بدون ما تتحمل المسؤولية على ما حدث هناك فبالنسبة لخطوط طيران فنعم لاجئين يمكن استخدموا خطوط طيران تركية يمكن بعضهم خطوط طيران بيلاروسية أو حتى روسية ولكن من المستحيل على شركة طيران أن تراقب هذا الأمر من المستحيل هذا الشيء وهدفهم كان ليست بيلاروسيا هدفهم حتى كان ليست بولونيا هدفهم وحلمهم هو الاقتصاد المزدهر في أوروبا هي ألمانيا هم ينظرون لبولونيا حتى كدولة ترانزيت هم يريدون أن يصلوا لألمانيا كما وصل اللاجئون من سوريا نحن هنا سنعود سيدة إلينا لمناقشة دور بيلاروسيا في تسهيل هذه الإجراءات عن عمد لاكتساب ورقة اللاجئين كورقة ضغط وسلاح باتجاه الاتحاد الأوروبي والغرب سأعود لك في هذه النقطة لكن حتى نعرف أكثر ما هي الأزمة الحالية وجذورها أستاذ مصطفى هل نتحدث اليوم على أزمة مهاجرين وسياسات هجرة غير متفق عليها أو مختلف حولها بين بيلاروسيا وروسيا من جهة والاتحاد الأوروبي والغرب أم أنها أزمة سياسية بجذور تاريخية وجيوستراتيجية تظهر بين الفترة والأخرى نعم أزمة الهجرة هي من بين الأزمات التي كانت دائما تؤرق دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا نجاح البريكسيت مثلا وخروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي كان سببه الأساسي الاجتياح بين قوسين للمهاجرين واللاجئين الذين جاءوا إلى أوروبا من الشرق الأوسط وأفغانستان واعتبر أن ذلك خطر على البريطانيين الشيء الذي دفعهم إلى التصويت بالبريكسيت فأوروبا تعتقد بأن هذه الهجرة ورقة الهجرة كما استعملها أمس طيب أردوغان الرئيس التركي ربما هناك أيضا دول وعلى رأسهم موسكو تحاول أن تستعمل هذه الورقة في إطار الحرب الجديدة أو الحرب ذات الوجه الجديد الذي تشنه موسكو على دول الاتحاد الأوروبي وخير دليل على ذلك أن دول الاتحاد الأوروبي مقتنعة تماما بأن هذه السياسة التي يقودها لوكاشينكو المعروف بالتصاقه العميق مع موسكو لا يمكن أن يتخذ مثل هذه السياسات والتهديدات بقطع نبيب الغاز على دول الاتحاد الأوروبي إذا لم يكن هناك ضوء أخضر ومباركة ومصادقة روسيا ذلك إذا نظرنا إليها من وجهة الصورة الاستراتيجية هذه حرب جديدة تضاف إلى الحرب السيبريالية تضاف إلى التدخل في الانتخابات الداخلة للدول الاتحاد الأوروبي من ورائها ما تصفه دول الاتحاد الأوروبي بالاختبوط الروسي الذي يريد أن يغير ملامح المعادلات السياسية الداخلية عبر ورقة الهجرة لذلك نحن الآن أمام أزمة كبيرة إذا لم يتم التوصل إلى حل وتفاهمات بين أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية فقد يفتح ذلك المجال إلى مواجهات ربما قد تكون مواجهات عسكرية بين الجانبين ما قد يولد أزمة هجرة ولجوء أخرى ربما إذا ما وصل الأمر إلى ما تفضلت به لكن حتى نقف أيضا على المصطلحات ونفرق بينما يتم تداوله إن كان هؤلاء من المهاجرين أو اللاجئين أستاذ رولا لاتفاقات دولية عرف تلاجئين على أنهم أشخاص يتعرضون لأولديهم مخاوف مشروعة من العنف والاضطهاد ويسعون إلى الحصول على حق اللجوء وهذا ما حصل في الأزمات 2015 و2016 عندما لجأ الكثيرون إلى أوروبا اليوم ما هو الوضع القانوني والإنساني لمن يقفون على الحدود مع أوروبا أو الحدود البلاروسية البولاندية طبعا الموجودين قد هم خليط من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء هم لديهم حقوق سببا مهاجرين أو لاجئين اللاجئ وطالبي الذي يضطر إلى ترك مددين سبق الحدود والنفاع الخوف على حياته وطالبياته يضمن له الحدود أن يكون أنا أسعى فعلا أن نحصل على إجابة واضحة لأن الموضوع في غاية الأهمية لكن صوتك للأسف فيه خلال فني أتمنى فعلا أن يتم إصلاحه حتى نشرح للمشاهدين أكثر في تقديرنا للموقف الوضع القانوني والإنساني سأعود إليك طالما تحقق ذلك إلى غاية هذه النقطة سيدة إلينا نعود إلى دور بيلاروسيا هل هي ردة فعل استراتيجية باستعمال ورقة اللاجئين كورقة ضغط بسبب العقوبات الأوروبية عليها لا وأنا حتى وقت كنت باستمع للمتحدث قبلي كنت باستغرب لماذا هذه التهم من جديد ضد روسيا خاصة يعني دول الغربية دمرت العراق دمرت أفغانستان اللاجئين هاربين من هناك ليش التهم يعني مع ليش سيدة إلينا إلينا هذه التهم فقط حتى لا ندخل في أزقة قد لا ننتهي منها من الاتهامات المتبادلة بمن دمر منطقة الشرق الأوسط لأن بنفس القدر الذي تتهم بها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق تتهم روسيا في سوريا وفي غيرها دعينا نتحدث اليوم عن الأهداف الاستراتيجية بشكل واضح لبيلاروسيا باستخدام ورقة اللاجئين كورقة ضغط بسبب العقوبات التي يفردها الاتحاد الأوروبي لا بس دقيقة على فكرة اللاجئين هاربوا من سوريا قبل ما تدخلت روسيا إلى هناك بس ملاحظة صغيرة أما بنسبة لروسيا فهي لا تتهمل المسؤولية على سياسة بيلاروسيا لأنها دولة مستقلة طيب بنسبة لأهداف بيلاروسيا أنا لا أعتقد أن رئيس لوكاشينكا كان يستخدم هؤلاء اللاجئين عمدا أنتم تعرفون بأن مصير اللاجئين للأسف الشديد وهي تجارة كبيرة فهم دافعين مصاري هم دافعين أموال هم شروا التذاكر لخطوط تركية لخطوط بيلاروسية ووصلوا لبيلاروسيا لكي في نهاية المطاف يصلوا للمانيا فعندما الحوار ما بين بيلاروسيا ودول الغرب هو أحد أسباب للتعميق هذه المشكلة الآن هذا الحوار قد بدأ وهذا جيد جدا وهذا فضلا لوساطة روسيا أنا أرى أنه هناك نجاح كبير لهذه الوساطة لأنه لوكاشينكا قد تكلم بالتليفون مع ميركل وزير خارجية بيلاروسيا تكلم بالتليفون مع نظره في الاتحاد الأرابي الآن بعض اللاجئين عائدين للعراق وهذا فضلا لجهود أوروبية وشرقية وبيلاروسية وروسية وهناك أيضا حصص ممكن أن تكون في ألمانيا لهؤلاء والممر الإنساني وهناك سؤال كبير يثير تصرف وسلوك بولونيا لأنها هي كعضو الاتحاد الأوروبي برأي الكاثرين عليها أن تستقبل بعض هؤلاء وتخصص لهم حصص لماذا هي لتعمل ذلك هم لا يريدون بقاء في بيلاروسيا بكل البساطة هذا ليس هدفهم طيب سيد مصطفى هل أخطأ الاتحاد الأوروبي بتصعيده ضد بيلاروسيا بالعقوبات التي يفردها عليها حتى عندما اتخذ عقوبات بسبب اختطافها شهر أيار مايو الماضي طائرة كان على متنها معارض من بيلاروسيا لماذا لم ينجأ الاتحاد مثلا لمنظمة الطيران الدولي بدل التصعيد ومعتبر استفزازا لبيلاروسيا نعم أمل لكن قبل الإجابة على هذا السؤال بطريقة مباشرة دعني فقط أذكر ضيفة من روسيا بأن هناك وثائق وهناك مقالات وأفلام فيديو تظهر بأن الدولة البيلاروسيا كانت تمنح تأشير لهؤلاء اللاجئين وتشجعهم للمجيء إلى بيلاروسيا ولمحاولة الدخول إلى بولونيا والمرور إلى ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي إذن من وجهة نظر الأوروبيين والفرنسيين هناك إرادة دولة إرادة بيلاروسيا إرادة الرئيس لوكاشينكو أن يستعمل أن يستقطب أن يجلب هؤلاء اللاجئين ويفرضهم كعامل ضغط على دول الاتحاد الأوروبي هي ليست هجرة عشوائية أو تلقائية يمكن أن تأتي من هنا أو هناك هناك شيء منظم لذلك اعتبرته دول الاتحاد الأوروبي بأنها بمثابة جريمة ضد فضائها الأوروبي تحاك وتدبر بأياذ بيلاروسيا لكن بضوء أخضر ومباركة من طرف الحليف الأكبر والعراب الأكبر وهو موسكو أما بالعودة إلى العقوبات هل هذا يقوم بهذه الحركات للانتقام من العقوبات الأوروبية صحيح أن دول الاتحاد الأوروبي لا تعترف بلوكاشينكو وتعتبره ديكتاتوريا وتعتبره أنه قام بعدة خطوات سياسية تنتهك كل المواثيق وهي مستعدة لفرض عقوبات عليه لكن هذا لا يعني بأن لكي يرد على هذه العقوبات أنه يحاول أن يزعزع استقرار هذه الدول دول الاتحاد الأوروبي الحوار الآن بالرغم من ما قالته الضيفة بأن أنجيلا ميركل حكت مع لوكاشينكو لكن الحوار الآن هو بين الدول الاتحاد الأوروبي وفلاديمير بوتين كان هناك لقاء فرنسي روسي وكانت هناك اتصالات بين إيمانيويل ماكرون وفلاديمير بوتين لأنهم يعرفون جيدا أن كل هذه الحركات التي يقوم بها لوكاشينكو لو أعطاه فلاديمير بوتين الأوامر أن يوقفها لوقفها في الوقت الحالي لذلك نحن الآن أمام لعبة استراتيجية قوية لعبة الكبار بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا بين روسيا والولايات المتحدة ولوكاشينكو ليس إلا بيدق في هذه اللعبة يحاول أن تستعمله موسكو لمحاولة الضغط على دول الاتحاد الأوروبي لكن هل تعتقد فقط عطفا على ما تفضلت به ما الذي تريد موسكو أن تصل إليه محاولة ضم ناعم لبيلاروسيا لأراضيها عبر استخدام ورقة لوكاشينكو أم ماذا تحديدا؟ بين موسكو بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي هناك حرب باردة هناك توتر كبير منذ عام 2014 عندما اجتاحت روسيا جزيرة القرم وفردت عليها عدة عقوبات روسيا تحاول أن تخرج من هذه العقوبات وتحاول أن تضم بين قوسين دول الاتحاد الأوروبي في إطار حوار استراتيجي يكون خارج المنظومة الأطلسية وخارج العلاقات المتشنجة مع الولايات المتحدة وخير دليل على ذلك بأن دول الاتحاد الأوروبي تتهم موسكو اتهاما مباشرا بأنها تتدخل في كل الانتخابات الأوروبية الفرنسية الإسبانية الإيطالية لتشجع وتدعم قوى التطرف وقوى الشعبوية التي تريد وتحلم بتفكيك دول الاتحاد الأوروبي موقف موسكو حاليا من دول الاتحاد الأوروبي ينظر إليه وكأنه خطر داهم وخطر حيوي على المنظومة ككلها مثلا إذا شجعت موسكو تشجع مثلا مارين لوبان أو إيريك زيمور في فرنسا فلأنها تراهن على أن هذا الرجل أو هذه المرأة السياسية عندما تصل إلى الحكم أول خطوة ستتخذها وهو تفكيك وإضعاف الاتحاد الأوروبي ومن هذا التفكيك والإضعاف هناك إفادة وهناك ربح سياسي وإستراتيجي بالنسبة لموسكو ويمكن أن نتحدث عن هذا المثل في جميع الدول الأوروبية لذلك هناك اتهام واضح من طرف هذه الدول إلى موسكو على أنها تتدخل في كل الاستحقاقات الانتخابية من أجل دعم وإنجاح كفة كل من يشكك في جدية الاتحاد الأوروبي كمنظومة وكاتحاد قوي يمكن أن يواجه موسكو ويمكن أن يواجه القوى الدولية الجانب الإنساني من هذا الموضوع بمفاهيمه ومصطلحاته نعود لك فيه أستاذ رولا وأتمنى أن يكون صوتك يصل إلينا بطريقة ممتازة هذه المرة سأدع لك نفس المجال الذي أعطيناه لضيفينا كنا نتحدث عن التعريف القانوني والإنساني للمهاجرين العالقين اليوم بين الحدود البلاروسية البولندية عشان أكون سريعة ونختصر الوقت تفضلي لك الوقت يحق لك أكثر مما هو مفروض اللاجئ القانوني الدولي يضمن له الحق في التماس اللجوء والحماية الدولية في البلد الذي يصل إليه وبغض النظر على الطريقة التي وصل إليها المهاجر ربما لا يعطى له القانون الدولي هذا الحق ولكن المهاجر أيضا له حقوق إنسانية تضمنها الموافق الدولية بالنسبة للأشخاص الموجودين والعالقين الآن على الحدود هؤلاء خليط من المهاجرين واللاجئين ويجب أن تحترم حقوقهم جميعها حتى لو لم يكونوا لاجئين يعني هناك حق بالسلامة وضمان سلامتها حق بوصول المنظمات الإنسانية إليهم حتى نتمكن من مساعدتهم وتقديم النصيحة لهم يجب الذين بحاجة إلى الحماية الدولية وهم لاجئون وطالبوا لجوء يجب أن يضمن لهم حق اللجوء وأيضا يجب أن يتم نقلهم إلى أماكن يتم فيها يعني هناك دروف إنسانية أفضل ولكن هولندا وبيلاروس دول وقعت على المواثيق الدولية وملتسمة بها وعليها احترام هذه الالتزامات بالنسبة لحقوق اللاجئين والمهاجرين وأيضا بعدم استخدامهم كأدوات لتحقيق أغراض سياسية يجب أن يبقى التركيز مسلطا على الظروف الإنسانية لهؤلاء الذين يعني ما جربرهم على المرء إلا الأمر منهم حتى تأخذ أي عائلة أطفالها وتأتي في هذه الرحلة الشاقة مع كل المخاطر التي تحف المحفوفة هذه الرحلة فيها لابد أن ظروفهم صعبة جدا من البلدان التي أتوا منها ويجب عدم استغلال الظروف الصعبة لهؤلاء اللاجئين وطالب اللجوء والمهاجرين لتحقيق أغراض سياسية في مناكفات سياسية هؤلاء بغناء عنها يجب أن يتم التركيز على ظروفهم الإنسانية والتأمين سلامتهم وعدم استخدام العنف ضدهم لكن أستاذ الرولة للأسف من سوء حظهم وحظنا أننا لا نعيش في عالم مثالي هذه المناكفات السياسية تفرد نفسها على كل الملفات اليوم والفرق بين ما يجب وما هو حاصل قد يكون شاسعا فما أسباب ما هو حاصل اليوم هل هو ضعف هل يمكن تحميل المسؤولية أيضا للمنظمات والهيئات الدولية أم أن الأنظمة السياسية في بيلاروسيا وبولندا ومناكفاتهم السياسية التي قد لا تسمح لهذه الهيئات بالدخول هو السبب يعني السبب الأساسي هو الأزمات والحروب التي فرضت على هؤلاء جميعا الهرب من بيوتها والاضطرار إلى اتخاذ هذه الرحلات الفعلا صعبة جدا ويجب أن يكون هناك تكاتف لإيجاد حلول دائمة لأزمات اللجوء في العالم خاصة في منطقتنا اللاجئون السوريين مضى أكثر من عشرة أعوام على النزاع في سوريا وعلى الأزمة هناك ومع كل عام الأمور تزداد صعوبة بالنسبة إليهم وليس سهلة أن يجب أن يكون هناك ضمان لأن يكون لدى هؤلاء طرق شرعية ومنظمة بحيث يتمكنوا من التماس الأمان والحماية في الدول الأوروبية دون أن يضطروا إلى اتخاذ هذه المخاطر دون أن يضطروا إلى ركوب البحر ودون أن يضطروا أن يكونوا عالقين على الحدود أهم طبعا حال هو انتهاء وإنهاء النبعات والحروب لكن إلى غاية ذلك أنا ربما كنت أسألك أستاذ رولا كنا سنتحدث عن مسؤولية الدول الهجرة الأساسية في منطقة الشرق الأوسط خاصة لكن بما هو حاصل اليوم على الحدود البيلاروسية البولندية تلك المناظر المفزعة والموجعة لعائلات في البرد كما تفضلت والأوضاع القاسية مسؤولية من ما يعيشونه اليوم بين البلدين على الأراضي التي يتواجدون عليها يعني كما تفضلت المشهد مروع والمشهد أليم وخاصة لأولادات بالنسبة لنا كمنظمات إنسانية هناك مطالب محددة جدا وواضحة احترام حقوقهم، تأمين وصولنا إليهم لتقديم المساعدات الإغاثية الطارئة كالدواء، كالأغذية، كالملابس الدافئة، كالخيم التي يمكن أن يتوفر بعض الدفع لهم وتأمين حلول مناسبة لهم كلا حسب احتياجاته اللاجئ وصالب اللجوء له احتياجات والمهاجر له احتياجات من يريد أن يعود طوعا إلى البلاد التي قدمت منها كالمهاجرين يجب تسهيل هذه المهامة ولكن يجب التوقف عن استغلال ظروف هؤلاء ومأساتهم في المناكفات السياسية وبالشكل العام هناك مسؤولية جماعية ليس فقط على بولندا أو على بيلاروس بس مسؤولية جماعية عالمية لتحمل أزمات النزوح واللجوء في العالم يعني في يوم لهذا هناك أكثر من 82 مليون لاجئ ونازح في العالم هذا الرقم تضاعف خلال العشر سنوات الماضية وهذه مأسات ويجب أن يكون هناك مشاركة في تحمل أعباء هذا النزوح يعني يجب أن نتذكر وهذه نقطة أخيرة قبل ما يروح الوقت منها معظم اللاجئين الذين يضطروا إلى ترك بيوتهم هم يعيشون في الدول التي ذات الدخل المتوسط والدخل المتدلي يعني لا يوصلون إلى أوروبا حتى نحن نتحدث عن بلد صغير مثل لبنان يستضيف حوالي مليون لاجئ سوري الأردن بلد صغير يستضيف أكثر من 700 ألف لاجئ سوري غير اللاجئين اليمنين والعراقيين والفلسطينيين أفغانستان معظم اللاجئين الذين تركوا أفغانستان منذ عشرين عام يعيشون في باكستان وإيران لا يعيشون في أوروبا لذلك يجب أن يكون هناك وضوح بأن هذه يعني وضع الموضوع في إطاره الصحيح أنه لا يوجد هناك تضفق بالآلافات على الحدود للوصول إلى أوروبا ومع ذلك سنسأل عن الطرق التي يجب بها تنفيذ ما تفضلت به من حلول لهذه المسألة أما عن الأبعاد السياسية والاستراتيجية لأزمة اللاجئين بين الحدود البولندية البيلاروسية نتحدث عنها بعد فاصل قصير أهلا بكم من جديد مشاهدينا وهذه الحلقة من تقدير موقف التي نناقش فيها أزمة اللاجئين ومسؤولية دول الهجرة والمنظمة الدولية وفق تقرير أممي لعام 2020 بلغ عدد اللاجئين والمهجرين قصرا في العالم أكثر من 80 مليون شخص بسبب الصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان أكثر من 20 مليون منهم فقط ينضمون تحت رعاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دون احتساب اللاجئين الفلسطينيين يتدفق قرابة ثلثين منهم من خمس دول أبرزها سوريا وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار إذ يوجد قرابة سبعة ملايين لاجئ من سوريا وأكثر من مليونين ونصف من أفغانستان ونحو مليونين آخرين من جنوب السودان ومليون تقريبا من ميانمار يعيش 86% منهم في البلدان النامية وتستقبل البلدان المجاورة أغلبهم فيما يعيش 14% فقط من بلدان متقدمة أكبر عدد من اللاجئين الذين ترعاهم المفوضية يتوزعون على خمس دول من بينهم تركيا بقرابة أربعة مليون لاجئ إلى جانب ألمانيا التي يعيش فيها أكثر من مليون لاجئ فيما نجد في كل من باكستان وأوغندا نحو ثلاثة ملايين لاجئ يشكل الأطفال ثلاثين بالمئة من عدد سكان العالم يظهر هذا التقرير أن 42% منهم يضطرون للنزوح من منازلهم فيما تبلغ نسبة الكهول نحو 52% أما الذين تبلغ أعمارهم فوق الستين عاما فيمثلون ستة بالمئة من النازحين نوصل تقدير الموقف مع ضيوفنا أستاذ مصطفى الأرقام مرعبة ولعلها تزداد كلما تفاقمت هذه الأزمات التي ولدت بالأساس مسألة الهجرة غير النظامية أو مسألة اللجوء في دراسة تحمل عنوان البوصل الاستراتيجية أعدها خبراء من الاتحاد الأوروبي يقولون بأن ملف الهجرة أصبح أخطر سلاح لمواجهة الغرب أخطر حتى من الأسلحة الاقتصادية وغيرها بأي قدر يحمل دقة هذا الكلام؟ نعم إشكالية الهجرة واللجوء هي ظاهرة قديمة وكل الجهود التي يمكن أن تستثمر فيها المجموعة الدولية لن تقفها ولن تضع لها حد لسبب بسيط وهو أن ديناميكية الإنسان وهو أن يتحرك وأن يبحث عن مكان آخر وأن يزور مناطق أخرى لكن في السنوات القليلة الماضية كانت هناك عدة أزمات وحروب شجعت هذه الهجرة وحولتها من هجرة بين قوسين عادية ومقبولة إلى في بعض الأحيان اجتياح لبعض الدول بسبب العدد الكبير والمهول لهؤلاء اللاجئين وذلك يترح عدة تحديات كيف يمكن معالجة هذه الظاهرة يعني الآن الاستثمار العقلاني حاليا وهو محاولة وضع حد للأزمات السياسية والعسكرية التي تنتج هذه الهجرة مثلا هناك استثمار حاليا في ليبيا لكي يكون هناك سلطة مركزية يكون هناك مجتمع واضح المعالم يمكن أن يقي دول الاتحاد الأوروبي من هذه الهجرة وأن يغلق الباب الليبيا هناك أيضا ما نعيشه حاليا مع سوريا لا ننسى بأن وراء عملية التطبيع بين قوسين مع نظام بشار الأسد هناك مخاوف أو متمنيات بأن يؤدي هذا التطبيع إلى الحد من النزيف الذي نعيشه حاليا مع المهاجرين واللاجئين السوريين نفس القراءة نجدها في أفغانستان التعامل مع طالبان وفتح قنوات الحوار مع طالبان واستعداد المجموعة الدولية أن تعترف ربما غدا بطالبان كان الهدف الأساسي منه أو من بين الأهداف أن تحاول طالبان أن تعمل على استقرار المواطنين الأفغان وأن تمنعهم من الهجرة ومن النجوء لذلك لحد الساعة ليس هناك أي وسائل أخرى غير محاولة إيجاد حلول آنية لهذه الأزمات أما التحديات الكبرى التي تواجه أيضا المهاجرين وهذه تحديات شمولية وهو التداعيات ما يعرف بالتغييرات المناخية في القارات القارة الإفريقية والقارة الأسيوية الكل يتوقع أن من وراء هذه التغييرات المناخية يمكن أن نشهد نزيفا واجتياحا كبيرا وتنقلا جماهيريا للاجئين والمهاجرين وهذا قد يشكل بالفعل من أخطر الأشياء التي يمكن أن تعيشها دول مثل دول الاتحاد الأوروبي التي تهيئ نفسها لمثل هذه الموجات ولمثل هذه الأخطار طيب سيدة إلينا روسيا لم تتصرف يوما إلا وفق مصلحتها حتى مع دعمها لنظام بشار الأسد تحت عنوان الشراكة الاستراتيجية وغيرها اليوم ما هي المصلحة التي تحرك روسيا في ملف اللاجئين تحديدا مع بيلاروسيا وقد كانت لديك ردة فعل تبدو رافضة عن كلام الأستاذ مصطفى حينما تحدثنا عن مسألة الضم الناعم لبيلاروسيا نعم صحيح في الجزء الأول أنا ما كنت اتفق مع كلام سيد مصطفى تماما ولكن عندما تحدثت أستاذة رولي أنا تذكرت زيارات المتعددة لمخيمات لاجئين في لبنان وفي فلسطين وأيضا زرت مخيم لاجئين أفغان في باكستان منذ بدات سنوات حتى قبل الانسحاب الأمريكي فالوضع هناك كان مرعب أطفال غير متعلمين حافيين جوعانين وهذا رغم المساعدات التي تقدم لهم الحكومة الباكستانية والأمم المتحدة فالموضوع عمق من هذا فالموضوع بالفعل بدول مدمرة من دمر ليبيا وهي كانت لا تسمح بموجات اللاجئين إلى أوروبا من دمر العراق ومن دمر أفغانستان فبعد كل هذا التدمير السيد مصطفى من جديد يوجه تهم نحو روسيا وأنتم طرحتم سؤال وجيه ما هي مصلحة روسيا فسيد مصطفى لم يجاوب على هذا السؤال جوابه كان غير واضح لأنه ليست من مصلحة روسيا وجود هذه الأزمة روسيا لا تستفيد من اندلاع هذه الأزمة بالعكس تماما نحن نسمع تهم جديد أما هناك خطأ كان من قبل الاتحاد الأوروبي وقت قطع علاقاتهم ببيلاروسيا الآن هذه العلاقات بدأت تستأنف أو على كل روسيا تريد أن تستأنف هذه العلاقات وعلى أقل الحوار قد بدأ لإيجاد حل لهذه الأزمة وهناك أزمات أخرى وموضيع أخرى يعني أذكرك أنت أيضا لم تجيبيني بشكل واضح أنا أخذت فقط للإشارة إجابة من سيد مصطفى لكن لم تجيبيني عن مصلحة روسيا وهنا أريد أن أعيدك إلى مسألة فكرة أو مشروع الاتحاد المطروح منذ عام 1999 بين روسيا وبيلاروسيا حتى أن بنفسها الرئيس لوكاشينكو قال وقتها بأن روسيا تسعى إلى دفعه إلى التخلي عن استقلال بلاده ألم يعد هذا المشروع متاحا أكثر بالنسبة لروسيا اليوم بفعل ما يعيشه الرئيس البيلاروسي من عزلة أوروبية وعالمية وبالتالي تجد في روسيا مسألة ألاجئين ورقة لتحقيق مبتغاها أنا جوابت على فكرة أنا قلت أنه ليست من مصلحة روسيا هذه الأزمة وإندلاع هذه الأزمة بالعكس هي مضرة لمصالح روسيا فبهذا السبب روسيا تحاول الآن إجاد حل لهذه المسألة ولكن في نفس الوقت عزلة بلاروسيا هي أيضا ليس لصالح روسيا هي مضرة فالآن روسيا تتوسط والآن الحوار قد بدأ واليوم حتى رئيس لوكاشينكا قد وعد بأنه حيكون هناك إصلاح سياسي في بلاروسيا وحتى تكون هناك تغيرات تعديلات دستورية وهذا ما تريده روسيا روسيا لا تريد من بلاروسيا أن تبقى منعزلة لأنه هذا جار مهم على حدود مع روسيا هذا حليف استراتيجي فروسيا تريد أن تكون هناك علاقات طبيعية ما بين روسيا نفسها وأوروبا ما بين بلاروسيا وأوروبا هناك نبوب الغاز من بلاروسيا لأوروبا وهو يعمل وروسيا تريد أن يستمر هذا الأنبوب في أن يعمل طيب الجانب الإنساني من الموضوع سأعود لك سيدة إلينا في التدعيات الاقتصادية في هذا الموضوع لهذه الأزمة سيدانولا كنت تفضلت بأن الخلافات السياسية يجب أن تتنحى لكنها موجودة وستبقى موجودة هل تملك المنظمات الأوروبية والأممية وسائل ضغط كافية على هذه الدول المتصارعة بينها لتحييد مسألة اللاجئين يعني يصعب علينا أن نقول أن الخلافات السياسية ستختفي نحن نقول يجب تجميب اللاجئين استخدامهم كورقة ضغط أو كأداء في هذه المنكفات السياسية لنركز على الحلول الحلول هي أن المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسؤولية أكبر وأن يكون شريك في تحمل أعباء مسؤولية النزوح الذي نشهده في العالم يعني وهذا لا يكفي يكون بطرق متعددة إذا بدك تتفرجي أو إذا نستشهد بالمثل اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان في الأردن في تركيا مع السنوات ومع مرور السنوات أوضاعهم تزداد صعوبة الدول التي تستضيفهم لديها مصاعب عطالة عمل ظروف اقتصادية صعبة تدهور اقتصادي هذه الدول تحتاج إلى المزيد من الدعم حتى تتمكن من الاستمرار في استقبال هؤلاء اللاجئين ولكن أيضا يجب أن يكون هناك تضافر من الجميع لإيجاد حلول جذرية لأزمة اللجوء هذه أحد هذه الحلول إنهاء الحروب والاختلافات حتى يتمكن هؤلاء من العودة إلى بيوتهم إن لم يحدث هذا فيجب على الأقل أن يكون تأمين لوسائل منظمة حتى يتمكنوا من الوصول إلى أوروبا أو الدول المتقدمة الأخرى يعني زيادة عدد الأماكن المخصصة لإعادة توطين اللاجئين وهذا أمر مهم جدا جدا لأن لو هناك الفرص متوفرة أمامهم للوصول إلى أوروبا وأماكن أخرى عبر وسائل قانونية ومنظمة لن يضطروا إلى حول آخر لكن أستاذ رولا قد يقول قائل بأن للدول المستقبلة للاجئين حسابات كثيرة اقتصادية وسياسية صراعات حزبية داخلية كما يحصل بين الفينة والأخرى في أوروبا بين رافض وداعم لمسألة اللاجئين وبالتالي هذا الأمر قد يكون شبهة مستحيل يعني إحنا من أولا مش مستحيل نحن نقر بحق الدول في إدارة حدودها وفي إدارة اقتصادها وفي إدارة مجتمعاتها ولكن هذا لا يعفيها من التزامات دولية والتزامات أخلاقية هناك واجب أخلاقي بالمشاركة بأعباء تحمل أعباء النزوح بمساعدة هؤلاء حين يكون الأمر بهذه الصعوبة بالنسبة للأماكن التي يأتون منها يجب أن نتذكر أن اللاجئ ليس فقط متلقي للمساعدات هو أيضا طاقة كاملة يعني يمكن أن يساهم في المجتمعات التي يصل إليها وقد رأينا أمثالا كثيرة للاجئين وصلوا إلى أوروبا وأمريكا وساهموا بشكل ليس فقط كبير ولكن نوعي في المجتمعات التي وصلوا إليها يعني يجب أن لا ننظر إليهم كفقط سيصلون وسيأخذون مساعدات ويستهلكون مصادر هذا البلد هم أيضا يمكن أن يكونوا مساهمين إن أتيحت لهم الفرصة بالتعليم بالتوظيف بالعمل حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم وتهيئة الوضع لأطفالهم ليكونوا منتجين في المجتمعات التي تستقبلهم وهذه النقطة في غاية الأهمية إذ أن التيارات الشعبوية خاصة سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا كانت تعمل على نشر هذه الفكرة بأن اللاجئين أشخاص يأتون إلى بلادنا لأخذ مواردنا زعزعت الأمن والاستقرار لكنك أضأت فعلا على نقطة في غاية الأهمية لطرحها للنقاش في الأوساط السياسية والإعلامية اليوم لسيبة أوروبيا إلى غاية ذلك أستد مصطفى ومأننا نتحدث عن أوروبا ألمانيا اليوم تجاه الأزمة المهاجرين تقول بأنها مستعدة للحوار تتعامل بسلاسة مع الموضوع الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات أكثر على بيلاروسيا التي تتعاهد بالمشاركة الفعالة في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم بينما نجد أطرافا أخرى تدعو كبولندا مثلا التي تدعو الناتو للتدخل هذا الانقسام في المواقف الأوروبية بأي قدر يساهم في تعقيد مسألة المهاجرين وجرها إلى التدعيات التي قد تصل إلى المواجهة العسكرية كما تفضلت نعم فقط لتذكير عندما فتحت ألمانيا أبوابها للاجئين السوريين عام 2013 و14 كان هناك من قال بأن ألمانيا اتخذت هذه الخطوة لكي تحاول أن تستولي على موارد بشرية اقتصاد ألمانيا في حاجة لذلك في يد عملة مكونة سورية ممكن أن تفيد الاقتصاد الألماني إذا من خرطت بشكل جدي نعم هناك بيت القصيد في أوروبا وهو أن هناك خلافات جوهرية بين معظم أعضائه مثلا فرنسا لا يمكن لها أن تتبع نفس السياسة التي تبعتها ألمانيا لأن فرنسا موضوع الهجرة حساس لغاية أنه يمكن أن يغير من النتائج الانتخابات مثلا تصوري لو كان هؤلاء اللاجئين الموجودين على الحدود الموجودين على الحدود الفرنسية يمكن أن نتنبأ بنتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة ويمكن أن نبسم بأن اليمين المتطرف هو الذي سيفوز ذلك هناك حساسيات خاصة لكل بلد أدف إلى ذلك أما العنصر مهم لم يتم تحدث إليه حاليا لحد الساعة وهو أنه في هذه القنوات التي تعمل وتنشط في الاتجار بالبشر ونقل اللاجئين بطريقة غير شرعية هناك أيضا المجموعات الإرهابية التي تستغل نفس القنوات وتزرع إرهابيين قاموا مثلا في فرنسا بعمليات إرهابية استعراضية بشعة يعني ضربت الرأي العام الفرنسي والعالمي ومن ثم كل ما هو هجرة وكل ما هو لجوء أصبح حاليا موضوع حساس بالنسبة للرأي العام الأوروبي لأنه يحمل عامل ضغط على الاستقرار الاجتماعي وعامل ضغط وخطر على الاستقرار الأمني لذلك نحن الآن أمام مشكلة حساسة وكل من يلعب بهذه الأوراق سواء لوكاشينكو أو فلاديمير بوتين أو طيب أردوغان فهو يلعب بطريقة أو بأخرى بأمن واستقرار الاتحاد الأوروبي وهذه التهمة مواجهة بطريقة واضحة الكل يذكر بأن طيب أردوغان في وقت من الأوقات استطاع أن يركع أوروبا عندما هدد بفتح الأبواب أمام اللاجئين والمهاجرين وهرولت دول الاتحاد الأوروبي للتفاوض معه لمحاولة بلورة صفقة تفاهم عملاقة بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي من يقول بأن لوكاشينكو لا يلعب نفس اللعبة التي لعبها أردوغان ونبحها في آخر المطاف هذا سؤال مطروح حاليا لفهم خلفيات هذا التوتر الذين عيشوا حاليا أما قضية اللجوء إلى الحلف الأطلسي فهذا أيضا خلاف داخل الاتحاد الأوروبي الحلف الأطلسي ليس من مهمته أن يحارب الهجرة ولا أن يحارب الصين الحلف الأطلسي هو موجود لصد إذا كان هناك خطر روسي بما أن الخطر الروسي العسكري بدأ يتداءل القول يتساءل ما هي مهمة الحلف الأطلسي حاليا هل هي لمحاربة داعش وأخواتها أم لمحاربة ماذا لذلك نحن نعيش داخل تصدع في المنظومة الأطلسية التي تتساءل عن أسباب وجودها حاليا نلاحظ كيف أن أزمة المهاجرين اليوم كالشجرات تتفرع منها أزمات وملفات يضاء عليها من جديد لكن لم تجبني أستاذ مصطفى عن مسؤولية تشتت المواقف الأوروبية في تفاقم أزمة المهاجرين اليوم على الحدود البولندية الروسية السبب أمل هو بسيط وهو أن لكل دولة مصالح ليست هناك سياسة أوروبية مشتركة لمعالجة هذه الظاهرة إذا طبقنا القوانين الأوروبية الحالية فإن المسؤول يتقع على بلد الوصول في الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي يقع على بلد الوصول في إيطاليا في بولندا في إسبانيا مثلا لحد الساعة هذه الدول لم تستطع أن تتجاوز تناقضاتها التي وضعتها بنفسها عن طريق قوانين داخلية هناك من يطالب بإعادة النظر في هذه القوانين وفي محاولة بلورة اتفاق جديد بين دول الاتحاد الأوروبي حول الهجرة وهذا يحتاج إلى مفاوضات داخلية عسيرة ولا أحد صراحة يتصور أنه يمكن أن نصل إليه بهذه السرعة وهذه الاستعجالية التي تطرحها إشكالية الهجرة حاليا إذا تحدثنا عن المفاوضات تتحدث عن الحوار الذي تطرحه موسكو أي حوار بأي أسس تطرح موسكو هذه الخطوة اليوم لحل الأزمة نعم هناك طرحة روسيا للحوار ما بين بلوروسيا والاتحاد الأوروبي وأولا أن هدف هذا الحوار هو تقديم المساعدات لهؤلاء اللاجئين وين يذهبون فعملية قد بدأت وهذا شيء جيد لأنه لماذا لا نتساءل كيف عايشين هم الآن في بلوروسيا على الحدود هناك مساعدات على فكرة من القيادة البيلوروسية لأنه بدون هذه المساعدات من المستحيل واحدا يعيش هناك حطب هناك دواء هناك مواد غذائية وملابس شتوية ومنظمات خيرية بلوروسية وأيضا الحكومة البيلوروسية تقدم لهم مساعدات ولكنهم لا يستطعوا أن يبقوا في بلوروسيا ولا يريدون أن يبقوا في بلوروسيا فأكيد هناك حلول منها حصص في ألمانيا يريد تكون هناك حصص في بولونيا ولكن هنا نعود لوجود خلافات شديدة في الاتحاد الأوروبي وروسيا ما داخلها لا تتحمل المسؤولية على وجود هذه الخلافات نعم هناك مرشح من اليمين في فرنسا سيد زمور وهو لديه كراهية للاجئين ولكن نفس الشيء الحزب الحاكم في بلونيا هناك القوميين المتشددين في بلونيا عم يحكموا الآن فهم لا يريدوا أن يستقبلوا لاجئين وهذا يتناقض تماما مع أسس الاتحاد الأوروبي ولكن روسيا هي ما بتتدخل بهذا الأمر هذا هو الأمر الداخلي للاتحاد الأوروبي روسيا تقول أنه علينا أن نحلم مشكلة لاجئين وروسيا كوسيط تستطيع أن تتوسط ما بين بلوروسيا ودول غربية وأيضا على الحوار ما بين بلوروسيا أن يستمر ما بين بلوروسيا والاتحاد الأوروبي لأنه هذا مهم من المستحيل بلد كامل يبقى منعزل يبقى السؤال عن فرص هذا الحوار في حل الأزمة إلى غاية أن يحل الكبار مشاكلهم سادة رولا أو يرتبوها في اتفاق أو حوار ما ما العمل اليوم وما الممكن باختصار لحل أزمتهم في ظل هذه الأوضاع المزرية كما أشرت في البداية الأولوية يعني بما يجب البدء الأولوية هي تأمين سلامتهم ضمان سلامتهم إصال المساعدات الإنسانية إليهم نقلهم إلى أماكن تحميهم توفر لهم الدفء ووصول المنظمات الإنسانية وثانيا العمل على حلول جذرية لهذه الأزمة المفوضية على اتصال بجميع الأطراف كان هناك اتصال يوم أمس بين المفوض السامي والمستشارة ميركل وهيئات إنسانية أخرى بحثا عن حل حل يتماشى طبعا مع حفظ حقوق هؤلاء يعني إذا كانوا ناجدين لا يجلوز إعادة حلا بسبب هذا الاتصال أو بعده أعطيت وعود ضمانات لا أستطيع أن أبشر حتى الآن أن هناك حل في اليد ولكن هناك نقاش على عدة حلول ولكن حلول تضمن حقوقهم لا يجوز إعادته إلى البلد التي لجأ منه بالقوة لأن لديه حقوق تضمنها المواثق الدولية شكرا جزيلا لكم ضيوف تقدير موقف لهذا اليوم ضيوفنا من موسكو المستشارة في المعهد الروسي لدراسات الاستراتيجية إلينا سيبولينا شكرا لك من فاريس الإعلامي والكاتب مصطفى طوسة وعبر الإنترنت كنت معنا من عمان رولا أمين المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشكر الجزيل موصول لكم مشاهدين حتى نلتقي الأسبوع المقبل بحول الله وتقديم موقف جديد إلى اللقاء اشتركوا في القناة